نحن أمام تحدي كبير تواجه البشرية أزمة الكورونا ستؤدي إلى كارثة اقتصادية أزمة النفط جزء من الفوضى العارمة الموجودة في هذا النظام العالمي إذا لم ننقذ عالمنا نحن كلنا سنغرق حديثنا اليوم حديث ذو شجون لأنه يأتي في أزمة كبرى أزمتين كبيرتين بل أزمات كبيرة ولذلك أنا أسعيد بأن أكون على RT لأحاول أن ألخص وجهة نظر شخصية حول ما يحصل وما سيحصل في اجتهادي انهيار أسواق البورصة وبالتالي أسواق المال متزامناً مع آثار البورصة يجب أن يوقذ فينا نظرة شمولية أكثر من معالجة كل من هذين الموضوعين أو هذه المواضيع مستقلاً أنا أرى وأتفق مع كريغ كوليمز وهو كاتب معروف ومؤلف في كيمبرج يونيفورسيتي بريس كتب الذي يتكلم عن انهيار الحضارات نحن تكلمنا كثيراً في الماضي عن صراع الحضارات وعن تفوافق الحضارات الآن نحن أمام تحدي كبير تواجه البشرية من خلال هذه الفوضى التي نراها في الاقتصاد ونحن نرى فوضى ما نراه هو ليس مظاهر لأشياء فرضت علينا من الطبيعة بل لعدم وجود نظام عالمي متطور يلبي احتياجات المتغيرات في عالم الاقتصاد أنا أتوقع أن تصل الفائدة المقررة من الفيدرالرزيرف بورد أي صندوق النقد الحكومي الأمريكي أو تسميه البنك المركزي أن تصل إلى صفر عندما تصل نسبة الفائدة إلى الصفر هناك حاجة لأن نفكر ماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد وعندما نرى هذا الانهيار في سوق المال في البرصات يجب أن ندرك آثاره ليس على الأسهم الانهيار في سوق المال يؤثر على المتضاربين في البورصة على رأسي ولكن الانهيار في الأسهم وليس في أوراق المالية كما حصل عام 2008 الانهيار في قيم الأسهم ووصلني تقرير على أن هناك أكثر من 20 رئيس شركة كبرى في أمريكا قدم استقالته وبأعذار مختلفة ومنهم بيل جيتس الذي تعذر بأنه يريد أن يتفرغ للأنشطة الاجتماعية والخيرية قد يكون ذلك صحيحا ولكن التوقيت مؤلم الانهيار في بورصات يؤثر على الشركات نفسها المالكة لهذه الأسهم ويؤثر على المستثمرين فيها وبدأت الآن حملة كبرى في كل دول العالم لإعادة هيكلة الشركات لتخفيض العمالة أو التوظيف فيها لكي تستطيع أن تستمر في إمكانية ملأتها المالية نحن أمام موضوع آخر مخيف وهو الدين العام نتيجة هذا الكلام سيزداد الدين العام إذا كان وصل سعر الفائدة حسب البنك المركز الأمريكي إلى صفر هناك مشكلة فيما يخص الدين العام وسداده المتوقع أن يزداد الدين العام خلال هذه السنة فقط هذه السنة فقط بنسبة 20% هو حاليا كما نحن نعرف الدين العام مجموع الدين العام الدولي هو 260 تريليون إضافة 20% من 260 تريليون مش رقم بسيط بينما الناتج القومي للدول الجي دي بي سينخفض كما هو متوقع بـ 10% على الأقل وهو حاليا 85 تريليون أيضا انخفاض 8 أو 9 تريليون في الناتج القومي العالمي سيؤثر أيضا على البطالة توجهات السوق في العالم توجهات ستختلف كثيرا في ظل هذه الأزمة وهذا أمر يخلقني جدا هناك باحثون اجتماعيون وباحثون في علم البشرية واستقبلها ومفكرون يقولون بأن في هذه الفوضى المالية الفوضى الاقتصادية الفوضى السياسية التي يعيشها العالم اليوم ويقول عنها كريك كولينز أنها تؤشر إلى انهيار الحضارة وأعتقد أننا نتكلم وأنا أفضل أن أتكلم بدلا عن انهيار الحضارة عن انهيار نظام ديمقراطي إذا لم نستطع أن نعالج هذا النظام وأن ندخل عليه التعديلات اللازمة لنستطيع أن نواجه الحركات الشعبوية أيضا ننسى وكالة الأمم المتحدة دائما تنسى منذ أسسة الأمم المتحدة هي مؤسسة دول الدول هي الأعضاء فيها وهي التي تتخذ القرارات القطاع الخاص والمدني ليس له سلطة في أي اتخاذ للقرار هناك طبعا مؤسسات تحت مظلة الأمم المتحدة تشارك فيها منظمات القطاع الإقضاء الأعمال المجتمع المدني ونحن منها ولكن دورها هو دور اقتراحات واستشاري وما يمكن أن تقدمهم من أفكار ولكن صنع القرار في المنظمة العالمية لتشارة هو الحكومات الآن الصرخة التي نسمعها في الدنيا كلها وأنا سمعتها الشهر الماضي الشهور الماضية في بيروت عندما يصرخ واحد في ساحة النجمة ويقول من هو رئيس الجمهورية أنا الشعب والمؤلم في الموضوع أن هناك تفسيرات خاطئة لفلسفة حكم الشعب ومصلحة الشعب وأن القرار هو للشعب وأن الشعب هو سيد السلطات وأن الشعب هو الهدف وهو كل كذا الآن بدأ يفسر بما جاء في الدستور الأمريكي أن المادة الأولى فيه تقول نحن الشعب قررنا ما يلي وتأتي نقصوص الدكستور ولكن وقتها عندما نص المشرع الأمريكي على ذلك كان يبني أساس النظام الديمقراطي ونص في هذا القرار بإنشاء هذه المؤسسة الدستورية أن علد شعب أن ينتخب نواب والنواب هم الذين يمثلون إرادة الشعب أما أن يقول كل إنسان في الطريق كما كان هذا الشعب الذي صرح في ساحة النجمة في بيروت رئيس الجمهورية يطلب أن نشكل فريق لنلتقي معه ونبحث الأمور أنا أقول الرئيس الجمهورية من أنت؟ أنت منفذ أنا أقرر لأني أنا الشعب وأنت تنفذ هذا المفهوم بدأ ينتشر في الدنيا كلها ونراه وأنا أخذ لبنان مثال ولكنه بدأ ينتشر في كل الدنيا هذا جزء من مشروع آخر سأتكلم عنه مفصلا إن شاء الله في حلقة قادمة اللي هو ظهور حركة الشعبوية المضادة للديمقراطية والتي هي نظام جديد قيد التكوين ما زال لم يحدد لا معاييره ولا مبادئه ولكن سنتحدث عنه هذه الفوضى أنا قصد أن أقفقد أن أستطرد لأقول أن الفوضى في العالم موجودة في كل شيء عدم وجود نظام واحد عالمي عدم وجود سلطة غير الولايات المتحدة الأمريكية لها قرار حق في أن تحكم العالم وتفرض إرادته على العالم الخروج عن كل الاتفاقيات والانعكاس إلى الحماية بدل ما نسميه بدل أن نكون في تحرير التجارة الليبراليزيشن بدلا من الليبراليزيشن أوف تريد وكل بلد يقول أنا أنا مصلحتي أولا هذه المؤشرات كلها تدل على أننا في عالم فيه مشكلة حقيقية مشكلة كاملة مش مشكلة واحدة عندما أقول مشكلة يعني أن الوضع كله بحاجة إلى إعادة نظر ولذلك أنا كنت طالبت بأن الأمم المتحدة أو أي مضلة عالمية مطلوب منها الآن وبسرعة أن تشكل مجلس حكماء من خارج صانعي القرار من خارج الحكومات ليدرسوا كيف ننقذ العالم مش كيف ندير العالم ولا كيف نتدخل في شؤون العالم العالم لا يدرك أن أكثر أكثر الناس أكثر ما نسمعه في الدنيا هو عن مشكلة محددة الكورونا نهار الأسواق العقوبات التجارية الموضوع أكبر من هيك أي أننا ننظر إلى الشجر بدل أن ننظر إلى الغابة ككل هناك غابة من المشاكل في هذا العالم تهدد أنا في أحد التقارير اللي أقلقني جدا يقول أنه نتيجة هذه الفوضى قد نرى أموال واستثمارات الدنيا تتوجه إلى كل ما هو ممنوع من تهريب ومخدرات وكل الفساد اللي موجود في الدنيا لأن في ظل هذه الفوضى العارمة وعدم وجود نظام يستطيع أن يواجه هذه الأزمات أزمة الكورونا ستؤدي كما أنا قلت سابقا إلى كوارث إلى كارثة اقتصادية وجاءت الكارثة منهيار سوق المال كما أنا توقعت سوق الأسهم ولكن هذه ليست النهاية النهاية أصعب من هيك بكثير إذا لم ننقذ عالمنا نحن كلنا سنغرق قضية ليست قضية بلد معين المتعثر ولا قضية كورونا نريد أن نعالجها مررت البشرية في أمراض كثيرة قد يكون هذا أخطرها ولكن سيبقى هناك من يبقى في الدنيا هذول اللي راح يبقوا بالدنيا بدون يلملموا ما تبقى من كيان عالمي من نظام عالمي هذه عملية يجب أن يفكر فيها المفكرون ليست الأضيق أن تعالج موضوعا وتعتبر أن أهل الاختصاص في الطب والصحة يتناول الكورونا أهل الاقتصاد يتناول الاقتصاد أهل السلاح والحرب يتناول موضوع الحروب أبدا الموضوع أن المال عالم يمر الآن في مرحلة حذرة جدا وحرجة جدا وأنا أتوقع وأرجو وكرر وقد توقعت هذا الكلام من 2017 وهو مسجل بأن هذا العام هو عام الأزمات وأنه سينتهي بصراع دولي حقيقي صراع شامل إذا نظرنا إلى انخفاض البورصات وفكرنا فيه كنموذج فقط نجد أن هذا سيؤدي إلى أن بعض الدول ستضطر أن تتخذ إجراءات حماية جديدة أكثر وستضطر أن تفرط قوانين جديدة أكثر وضرائب أكثر لأن دخلها سينكمش وهي مضطرة أن تصرف لسد عجز الموازنات فيها انهيار البورصات وجاء بعده أيضا وبنفس الوقت انهيار سوق النفط وأنا أكرر أنني قلت أن هذه سنة سنة أزمات لم أقل أزمة اقتصادية والأزمة مالية جاءت أزمة أزمة النفط أزمة النفط أنا أتحدى أي خبير في الدنيا يستطيع أن يفسر هذه الأزمة إلا بأنها جزء من الفوضى العارمة الموجودة في هذا النظام العالمي لماذا يكون هناك أوبك ودول خارج أوبك بينما هناك اتفاقيات في ظل المنظمة العالمية للتجارة تدير وتنظم كل قطاع في حياتنا الأدوية الأكل كل شيء ما في شيء لم يقضع إلا النفط لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن النفط ليس سلعة هو أداة استراتيجية وأنا صحيح ووافق الولايات المتحدة المتحدة بكل طوضع أن هذا موضوع استراتيجي ولكن هذا الموضوع استراتيجي أيضا يحتاج إلى تنظيم نحن نعالج الآن ونبحث من هو الغلطان في هذه أزمة النفط مش هذا المهم المهم أن النظام العالمي الحالي الذي ليس فيه قيادة شكل بؤرة لنشوء عجرات عشرات الأزمات وكلها نتيجة عدم وجود نظام عالمي يصلح بعد مئة سنة من الحرب العالمية الثانية وأنظمة بريتنوود وليس هناك قيادة للعالم تستطيع أن تنظم هذا المستقبل هذا العالم ومستقبل هذا العالم الموضوع يحتاج إلى من هم أكثر من سياسيين وأكثر من دول متنافسة كل تقول مصلحة أولا نحتاج إلى حكماء حكماء يستطيعوا أن يقرجوا بتوصيات تقدم إلى حكومات العالم وإلى الأمم والتحدة هذا العالم ليس ملكا لدولة وليس ملكا لأحد هو ملك لكل البشرية كما نرى من الكورونا نتعلم من الكورونا تصاب الصين يصاب العالم كله لم يعد الموضوع يمكن بحثه على أساس أنه قضية قضية نتناول كل قضية على حذة مرة أخرى أكرر أننا بحاجة إلى الباحثين والمفكرين ومراكز الأبحاث ومراكز الدراسات في الدول أن تبحث كيف ننقذ هذا العالم قبل أن ينهار والإنهيار في نظر قريب إذا لم نتخذ الإجراءات المطلوبة وبسرعة شكرا جزيلا ونلتقي في الحلقة القادمة على RT كل أحد شكرا لكم موسيقى